من هذا المكان شيدت مدينة اسمها حديثة مدينة أثرية تعكس صورة لتراث العراق وعمقه التاريخي وتقع غربي محافظة الأنبار قلعة الحويجة أو قلعة حديثة يقول سكان المدينة إنها كانت حجر الأساس لامتداد وتوسع باقي المدينة لتصبح كما هي عليه اليوم مدينة حديثة أساسها هو خلي نقول قلعة الحويجة الحويجة هي عبارة عن مكان تمر به المياه من الجانبين داخل نهر الفرات مما يطلق عليها اسم حويجة في كل مكان أي مكان تكون المياه من الجانبين تعتبر حويجة هنا أروقة المدينة القديمة المطلة على نهر الفرات ويضم كل رواق فيها قصصا لا حصر لها عن تجارب السكان وما عاشوه من أفراح وأتراح اللافت أيضا في قلعة حديثة هو مسجد الفاروق الذي شيد إبان الفتوحات الإسلامية وما زال قائما رغم الإهمال الحكومي لهذا المعلم التاريخي البارز يعني هاي الأشياء الأثرية يعني نطالب من الدولة والإعلام أن يجي عيدة وينظمها ويبدأ المقدمة مالها يسيطر عليهم يعني تتبقى أثر ولو هي هسا يعني لحد الآن بس يعني تتقاهم بعد أزيادين سوال بقايا قلعة حديثة تتكلم عن نفسها وتلخص تاريخ المدينة الذي يمتد لمئات السنين واليوم أصبحت المدينة التي تعتلي نهر الفرات مقصدا للسياح والمهتمين بالتراث العراقي ترجمة نانسي قنقر